بسم الله على بركة الله التمرين هذا كان في باكالوريا التجريبي لدورة ماي 2021 إن شاء الله رح نحلكم بزيف تمارين ولما تكون الدوارات كذلك باكالوريا التجريبي 2022 نحل منهم كذلك تمارين نقرأ التمرين بسرعة قال لك يتفاعل غاز النشادر مع أكسيدر ميتروز وفق هذا التفاعل وأعطالكم هنا ديرتها آش آر وهذه مجهولة رح نحسبوها بلكم أحسبوا أنطالب التفاعل علما أنه شوفوش أعطالكم إذا هنا كيفاش نحسبو أنطالب التفاعل آيونة قانون هيس باستغلال الحالة الوساطية هذا نعرفه سهل هذا اللولاني مضمون السؤال الثاني استنتج شوفو قال لكم استنتج هو في حساب على كل حال لكن استنتج أنطالبي تشكيل غاز النشادر الآن أشطروا الآن أشطروا هذه لازم نجيبها من أحد المعادلات رحكم نشوفوا المعادلة الأولى فيها والمعادلة هذه كذلك فيها بعد نشوفوش من المعادلة نستغلوها خلاص ثالثا أحسب الفرق دلتا آش أر اللي حسبناها هنا ناقص دلتا اي هنا رح نطبقوا العلاقة اللي هي دلتا آش أر يساوي لكم دلتا اي زائد دلتا آن غاز أر تي قوة لا لا ما قال لكمش حسبوا لي دلتا اي وبعد ديروا الفرق لا 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 مباشرة رحوا نديروا دلتا آش أر ناقص نقلو هذه للطرف الثاني اللي هي دلتا اي يساوي لكم دلتا آن غاز أر تي رحوا نحسبو غير دلتا آن غاز وآر عندك وتي عندك ونحسبوها نشوفوا القيمة اللي رح نصيبوها هنا أكيد رح نلقوها قيمة صغيرة جدا خلاص؟ هذا بالنسبة للسؤال الثالث بالنسبة للسؤال الذي يالي اللي هو نحركوا شوي أسألك قال لكم يعطى واش أعطى لكم؟ أعطى لكم هذا اللي هو دلتا آش فاب وأعطى لكم هنايا السعاد الحرارية وربسا 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 وراء السؤال حذبتو مكتبتوش وقيل آه رح قايا هوليك أحسب أن طالبي التفاعل واحد التفاعل واحد اللي هو يقصد لك هذا هذا التفاعل آه يولله قال لكم عند ماذا؟ عند مية وعشرة وشوفوا أعطى لكم معنى هنا نحن نستغلوا قانون كيرشوف واضح اللي هو نحطوه في البكالوريا والله في الانتحانات ربما تخاف تنساه حطه مباشرة اللي هو دلتا آش تي يساوي لكم دلتا آش تي زيرو زائد تكامل دلتا سي بي ماذا؟ دي لي تي من تي زيرو إلى تي هاوليك قانون كيرشوف ربما بعد تتخلط عليك الأمر وتنساه اكتبوا الأهم أحسن شوفوا شو أعطى لكم تعالوا 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 معنى عنده علاقة بالحال الفيزيائي ولاحظوا شوفوا أعطى لكم الماء ليكيد وأعطى لكم الماء غاز والسياءات الحرارية هنا ما عندهمش علاقة بتي إذا هنا ركي تغير في الحالة الفيزيائية بالنسبة لماذا؟ بالنسبة الماء ونعرفوا باللي الماء يبدأ في التبخر عند ماذا؟ عند مئات درجة جاي هنا هذا السؤال الجزء الأول بهذه الطريقة يكون في البكالوريا الجزء الثاني لاحظوا الجزء الثاني ماذا أعطى لكم؟ أعطى لكم يحتوي مسعر هنا معنى تعالجاليد سيئاته الحرارية السي كالوري أعطى لكم أم واحد عند درج حرارة تي واحد نوضيفه إلى المسعر قطعة من الجليد درجة حراراتها أعطاها لكم بالناقص وليس عند الصفر ودرجة حرارات المزيج عند التوازن وهي ثمانية بيّن أن عبارة الحرارة النوعية لانسهار جليد الفيزيو تعطى بالعلاقة معنى هنبرهنوها نحن نكلم أذوك هذه العلاقة ننشوفوش فيها وبعد نبرهنوها ونوصلو لها في البكالوريا أو في الامتحان هذا لي ما عرفش برهنها يقدر يحسب الفيزيو ولا ما يقدرش يقدر معنى حتى السؤال هذا إذا ما عرفتلوش مثلا قوش تتسنى روح يحسب هذا وبعد روح برهن العلاقة ويحسب دلتا آش فيزيو ثم أكتب تفعل إنسهار جليد موضحا أمامه قيمة دلتا آش فيزيو هذه السؤالة نخدمنا مجزاف منه نبدأ والآن في حل هذا التمرين شافوا معنا قال لكم يتفاعل غاز الناشاد مع أكسيد النيتروز عنده 25 درجة وفق التفاعل التالي أعطلكم التفاعل أحسب أن طالب بالتفاعل عند 25 درجة باستغلال المعادلات التالية خلاص وحنا وش ندير هنا هذا قانون رح نصغل المعادلات الوساطية نبدأ ونشوفو معادلة بمعادلة شفوا المعادلة رح نحسبولها شفوا عندكم هنا ناشادة وراح كيدي الناشادة في المعادلات الثلاثة معادلة أولى الأولى زيد المعامل نستقي مثل هنا وش رأى عندكم عندكم واحد وهنا وش رأى عندكم واحد إذن المعادلة أولى نخلوها كيما راهي من نسوهاش كذا ونزيد ونشوفو الآن أكسيد النيتروز آن ثنين أو مضروب في ثلاثة على ثنين وراه موجود أكسيد النتروس في المعادلات الثالث في المتفاعلات آه في المعادلات الثانية هذا رأى في المتفاعلات وهنا رأى في المتفاعلات إذن نرى في نفس المعادلة بالصح ما ضربوا في ثلاثة على ثنين إذن المعادلة الثانية نضربوها كامل ضربوها في ثلاثة على ثنين خلاص ضوكوا الآن زيدوا شراكين في المعادلة عندكم مثل ثنين أن ثنين وعندكم الماء وهنا عدنا ثنين أن ثنين رح تظهرنا والماء رح يظهرنا ورا عندكم في المعادلة الثالثة 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 صافي نختزله لازم نختزله كيفاش نختزله صافي لازم نشوف المعادلة الثانية رح يظهرنا في المتفاعلات رح يظهر لكم 3 على 2 في المتفاعلات لكن هنا راح تكون في المتفاعلات باش نتخلصوا منه وش نديروا نضربوا في ناقص 3 على 2 هذه المعادلة نضربوها في ناقص 3 على 2 نعاودها شوفوا نفرضوا الآن واحد منكم يخدم غيب المعادلتين الثانية شوفوا ش راح يدير يعاود يكتبها المعادلة الأولى 3 على 4 2 ومبعتولي عدكم هنا نصف 2 3 على 2 2 المعادلة الثاني نضربوها في 3 على 2 شوفوا كيفاش تولي 3 على 2 2 3 على 2 2 2 غاز زائد 3 على 2 عفوا 3 على 2 2 غاز زائد 3 على 2 2 ونضربوه في 3 على 2 دلتا 2 وهذه دلتا 1 شوفوا الآن نفرضو باللي هذا واحد ما خدمش هذي المعادلة يظهر لك هنا يشوفوا ش راح يظهر لكم يظهر لكم 3 على 2 2 لكن في المعادلة الأساسية هذه ما فيهش كامل الاشة 2 ولكن باش نتخلصوا منها شوفوا المعادلة الأخيرة فيها الاشة 2 لكن في المتفاعلات وإحنا عدنا الاشة 2 3 على 2 في المتفاعلات باش نتخلصوا منها لازم نضربوه تولي عندكم 3 على 2 في النواتج في المعادلة الأخيرة إذا واش نديروه نحن نضربوها في ناقص 3 على 2 علاش باش شوفوا كيفاش تولي عندكم معادلة تولي عندكم تتقلب تولي عندكم 3 على 2 آش 2 أو ليكيت و 3 على 2 آش 2 غاز هاي ظهرت لكم 3 على 2 آش 2 في النواتج زائد ماذا هاي والله زائد 3 على 4 هنو واش تولي أو 2 غاز وهذه فاش نضربوها ربوها في ناقص 3 على 2 دلتاش 3 الآن ذوك الآن هذي في الورقة المسودة تخدموا بهذا الشكل لكن في الورقة المزدوجة قال لا أنت تكتب المعادلة اللولى نضربوها في 3 على 2 آه الثاني نضربوها في 3 على 2 والثالثة نضربوها في ناقص 3 على 2 بالجمع طرفا لطرف بلا ما تعودوا تكتبلوها هذون تحب تعاود عاود تقولوا المعادلة الأولى نتركوها كما هي المعادلة الثانية نضربوها في 3 على 2 والمعادلة الثالثة نضربها في ناقص ثلاثة على اثنين ثم نجمع طرفاً لطرف كيف نجمع طرفاً لطرف؟ لاحظوا معي عندكم الآن أشلاثة غير هنا برك إذن هاي نكتبوها ها هو مكتوب هنا ما ننظرش نعود نكتب معادلة هاي معناها ها هو موجود ليه حاجة نخدمها نفاصيها عندكم ثلاثة على اثنين أنثنين أو أكسيدن نيتروز ها ورح كين غير هنا ها هو مكتوب نص نزيدو عندكم ثلاثة على اثنين المهنية وعندكم ثلاثة على اثنين في المعادلة الأولى شوفوا هذه بيناكم بالأحمر عندكم هنا وعندكم هنا هذه نختزلها مع هذه هكذا هذه نختزلها مع هذه زيد عندكم هنا هذا الثلاثة على اثنين عشر اثنين وعندكم هنا ثلاثة على اثنين عشر اثنين شفتو زيد عندكم هنا لاحظوا معي بالوحدة نفاصهم بالوحدة عندكم هنا ثلاثة على ربعة أو اثنين وعندكم 3 على 4 أو 2 شفتوا؟ خلاص؟ زيد وش مزال النار؟ في النواتج شوفوا الدين هذو كله في إيطاء عندكم 1 على 2 AND 2 وعندكم 3 على 2 AND 2 هذو كي نشبعهم مع بعضهم وش تولي عدكم؟ 2 AND 2 بسكو 1 زيد 3 4 نقسمه على 2 2 على 2 معناها هذي مع هذي خلاص صيبو وش مزالكم؟ مزالكم 3 على 2 المعار حيليك هذا ما بقى عنا خلاصه ولا ما خلاصه وش؟ نفس المعادلة وصلنا لها وش نفسها إذن آه الله قبل وزمينكم هذي وصلنا للمعادلة اللي هي نفسها خلاص حيليك إذن الآن بالجبع وش وصلنا؟ معناها دلتاش التفاعل وش يسعلكم؟ الأولى خليناها كما هي هي إذن دلتاش واحد الثانية وش درنا لها؟ ضربناها في 3 على 2 معناها 3 على 2 دلتاش 2 والثالثة ضربناها في ناقص 3 على 2 معناها هايليك ناقص 3 على 2 في دلتاش 3 هايليك العبارة تحكم هل نشروح نديره؟ تطبيق عددي إذن دلتاش تفاعل وش يسعلكم؟ الأولى رايح لكم القيمة نتاحة ناقص ثلثمية واثنين وثمانين فاصل خمسة وسبحين حسبوه نملح زائد 3 على 2 الثانية قلنا نضربها في ناقص نضربها في 3 على 2 معناها ناقص ثلثمية وسبعة وستين فاصل أربعة هذي على ثنينة الثالثة ضربناها في ناقص 3 على 2 معناها ناقص ثلاثة على ثنين ضربوها في ناقص ميتين وستة وثمانين اش حال تسوي لكم دلتاش تفاعل هذي؟ ناقص خمسمية وربعة خمسمية وربعة فاصل خمسة وثمانين خمسة وثمانين آية مليح كده القولي نتيجة كامل صحيحة؟ آية أفوال كيلو جول على المال آية ركم ناشطين لازم تنشطوا بقالكم الشهر لازم الناشط إذن هانا حسبنا أنطالبي التفاعل دلتا آش أير علما أنك هذه استخدمنا الحلقات الوسطية اللي مش فهم نعودوها قلنا الأولى خلوها كما هي الثاني ضربناها في ثلاثة على ثنين والثالث ضربناها في ناقص ثلاثة على ثنين واضح روحوا السؤالي بعده؟ آية روحوا السؤالي بعده السؤالي بعده قلكم إذ تنتج أنطالبي تشكيل غاز الناشادر إن آش ثلاثة إن آش ثلاثة عدنا في المعادلة هذه اللي حسبناها وعدنا في المعادلة رقم واحد أما المعادلة الثانية والثالثة ما فيهاش الناشادر لو نجونا نخدموا بالمعادلة الأولى وش تقولوا؟ هو طلب منكم هذا تقولوا عدنا نيتروز ما كانش ما عدناش أنطالبي تشكيل نيتروز مشكلة ولتعلماء عدنا لا لتعلماء نقدر نجيبوه من المعادلة الأخيرة بس هنا عندكم هذه نسموها هذه رهي دلتا آش ثلاثة هي نفسها دلتا آش تشكل لتعلماء علاش؟ لأنه عندكم الآش اثنين ونصف او اثنين يعطيكم الماء إذن هذه القيمة ناقص ميتين وستثمين رهي قيمة تشكل لتعلماء ما عدناش مشكل في الماء رهي عدنا مشكل في هذا هذا اللي عدنا مشكل فيه قلنا رحوا معنى ما نقدرش نسغلو المعادلة الأولى رحوا للمعادلة ذوقنا أعطيكم نقدروا نستغلوها بصحبية طريقة واحدة أخرى رحوا المعادلة هذه نحوسوا نحسبوها هذه الآث نين بصفر الآث نين بصفر اللي ما عدنا نقدروا نستغلوها ولا ما نقدروش نقدروش شافوا نقدر نحسبوه بهذه وبعد نقولكم الطريقة الأخرى إذن شافوا الآن وش رح نديرو رح نطبقوا قانون هيس ولا لا هيس آي والله إذن وش نقوله حسبه إذن وش نديره نديره دلتا أش تفاع رقم واحد وش يساوي لكم مجموع أن إي دلتا أش تشكل نتعى النواتج ناقص مجموع أن إي دلتا أش تشكل تعلموا تفاعلات وش عدنا هنا يا عدنا دلتا أش واحد وش يساوي لكم عدنا نفتحه نكتبهم وبعد نديرهم بصفرة نصف دلتا أش تشكل نتعى الأزوت اللي هو في حالة غازية زائد ثلاثة على ثنين دلتا أش تشكل نتعى الماء ليكيد ناقص عندكم ثلاثة على ثنين دلتا أش تشكل نتعى الأوثنين غاز زائد دلتا أش تشكل نتعى الناشادر لنحن نحسبوها عفوة ثلاثة ربع ثلاثة على ربع جيد بارك الله فيك غاز الآن هذا يروح بسفر هذا يروح بسفر وش يبقى لنا؟ يبقى لنا غير هذا وهذا وهذا اللي نبحثو عليه مسبق بالإشارة ناقص كينو قلوا من هيه؟ وش يولي؟ يولي بالزايد ودلتا أش واحد كين رجعوها؟ تولي بالموجب إذا تولي عندكم دلتا أش تشكلتا عنا شادر يعني جبتها من الطرف الأخر كانت بالناقص ولت هنا بالزايد غاز ودلتا أش واحد كين نقلبها منها تولي ناقص دلتا أش واحد وزائد ماذا؟ زائد ثلاثة على ثنين دلتا أش تشكل متاع الماء السائل كل في واحدة على ثلاثة كل شي واحدة على ثلاثة علاش واحدة على ثلاثة كينوش؟ مكاش رح ندقل تطبيق عدد تطبيق عدد دلتا أش تشكل دعنا شادر آش ثلاثة غاز وش يسوي؟ اللولا نيا دلتا أش واحد هي عندك قيمة تحاد ناقص ناقص ثلثمية واثنين وثمانين فاصل خمس وسبعين زائد ثلاثة على ثنين قيمة دلتا أش تشكلتها المهي من المعادلة الأخيرة اللي هي ناقص ميتين وستة وثمانين شحال تسيبوه القيمة هنا؟ ناقص ثلاثة وربعين فاصل وخمس وعشرين ناقص ثلاثة وربعين فاصل وخمس وعشرين جيد كامل قيتو هاكذا؟ نعم جيد آش ثلاثة غاز القيم كي نحسبوه محتفظو بهم باش نحتاجوه من بعده ناقص ستة وربعين فاصل خمس وعشرين ناقص ثلاثة كيلو جول على المر هاي لك صعيب هنا؟ لا هاي والله معناها استغلينا نعود نرجعه هنا يا شفنا ورهي موجودة لنا شادر كينا في المعادلة سميتها A والمعادلة رقم واحد المعادلة A ما عندكم شنيت روز يقدر واحد وش يروح يروح من المعادلة الثانية يحسب أن طالب يتشكلتها عن نيت روز وبعد ذلك يروح يعود يحسب بالولي معناها يزيد الخدمة على روحه كيل لي لا كيل رح يستغل المعادلة الأولى مباشرة المعادلة الأولى اللي هي رح يحسب مباشرة منه شادر لما عندكم الآن ثني تروح بصفر والأوثني تروح بصفر يحسبها مباشرة خلاص رحوا الآن قلكم احسبوا الفرق دلتا اش ار ناقص دلتا اي لمن للتفاعل هكذا معنى التفاعل لولاني كامل هذا قالكم احسبول يعنو هنا لقلكم دلتا اش ار ما قالكمش دلتا اش واحد والله اثنين والله اثلاثة هنا لازم تقرؤوا مليح كان قادر يقولكم دلتا اش واحد دلتا اش اثنين معنى هلازم تلاحظوا مليح اذا احنا نحن اروحون نديروا نهبطو الصبورة تعنا او نفتحو الصفحة احنا عدنا دلتا اش ار وش يساولكم دلتا اي زائد دلتا اان غاز ار تي كي يمزا في الليل يروحون اش يديروا يروحوا يحسبو دلتا اي وبعد يديروا الفرق نتاح ما يحتاجوه اش هنحتاجو مباشرة ونقلو هذه الطرفة الثاني تولي عندكم دلتا اش تفاعل ناقص دلتا او يساولكم دلتا اان غاز ار تي بعدها رحو نحسبه غير هذا بك مات يدي jest الآن 2 غاز و 3O2 Gas وهذه هنا يعني 1 غاز إذا نديه هنا غير 2 واBook 3O2 ز olvides 1 فهمتوا وش راحدر ؟ إذن راحنديرو هنا عندكم كavez تساوي لكم 2 نقص عندكم ثلاثة على اثنين زايد واحد هذي كنت تحسبوها شحال تسيبوها ناقص فاصل خمسة ما عليش هاي المقام المشاركة اثنين هنا ربعة وهنا ناقص ثلاثة وهنا ناقص اثنين معناها وش يولي عندكم هنا ناقص خمسة معناها تسوي لكم ناقص صفر فاصل خمسة مور هاي الار عندكم وتي عندكم إذن مباشرة روحوا نقولوا دلتا اش تفاعل ناقص دلتا اي يساوي دلتا ان دازل هي ناقص صفر فاصل خمسة نضربوها في اير اللي هي ثمانية فاصل ثلاثمية وربعطاش ونحولوها إلى الكيلوجون نضربوها في عشرة قوى ناقص ثلاثة ودرجة الحرارة اللي هي ميتين وثمانية وتسعين شحال تسيبوها الفرق الصغير هذا ناقص واحد فاصل ثلاثة ناقص واحد فاصل ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين الوحدة هنا وش راح تكون كيلوجون على الماء هاي هذه هي القيمة نتاكم خلاص السؤال هذا ناقص خلاص اه صايا ذا حسبناهم احسب طاقة احنا وشنو نزيد نقطة راح نزيد واحدة الحاجة راح نكتبها لها اللي هي نقولوا طاقة الرابطة اه طاقة تفكك تفكك زيتوا طاقة تفكك ناقص طاقة تفكك الرابطة ناش بس كنبينو دلتة عاش دي اللي هي دلتة عاش دي والله ال ا هكذا مدام أعطاكم بال ا نخدموها بال ا خير نبينو طاقة تفكك والله طاقة تشكل بس كلكم ما نبينوش اللي يحسبها بالتشكل بس كن الطاقة تقدر تشكل تقدر تكون تفكك هكذا لذلك لازم نبينوا كلمة التفكك والله التشكل كتبوا هنا آن آش ثلاثة قاس من يتشكلكم يخي يتشكلكم من آن اثنين ويتشكلكم من آش اثنين قاس نوازنوا المعادلة هنا عندكم آن واحدة نضربوا هنا في النصف هنا عندكم الآش ثلاثة إذا هنا واش نضربوا؟ نضربوا في ثلاثة على اثنين المعادلة متوازنة ولا مش متوازنة متوازنة احنا واش نروح نديروا؟ نديروا دلتا آش تشكل الان آش ثلاثة قاس الآن واش نروح نديروا؟ نديروا الحالة نتعنا الوساطية ومن بعد بما أنه قاس نروحوا له مباشرة إذن هنا راح تتفكك الرابطة معناها نديروا نصف دلتا آش وهنا أعطلكم الأ هنا واش نمثلكم هي دلتا آش دي ولا لا لا هاي والله وهي ناقص دلتا آش تشكل ولا لا لا هاي والله إذن بما أنه أ نحطوا بالأ نتاعه هاي لك الأ بين الآن والآن كي تتفكك لكم الرابطة آن آن وش يولوا؟ يولوا عدكم اثنين وكي يضربها فعن نصف شحال تولي؟ تولي آن واحدة برك واحدة هاي نفس الشي أعطلكم الأ نتاع الآش آش وش نمثلكم الأ نتاع الآش؟ يلي هي التفكك إذن هنا تولي عدكم ثلاثة على اثنين أ نتاع الآش آش وهنا وش نكتبو؟ هنا يرى عدكم الآش آش كي تتفكك يولوا عدكم زوج كي يطلعوا هنا وش تولي؟ تزوج مع الزوج تروح تبقى لكم ثلاثة معناها زائد ثلاثة آش داس شوف يعطي لكم تفكك هنا وش روح نديرو؟ نجوه هنا يا انتو معدكم ثلاث طاقات إذن ندروها هنا بما أنه تفكك هو الآش ندروه ثلاثة آش نتاع الآش لو عالي نزلكم لو قلكم التشكل وهنا رأي تفكك ندروها بالناقص لو كانت التشكل ما ندروه هاش هكذا؟ ننحو هذه الآش وننحو هذه الناقص وندروه هنا يا ثلاثة دلتا آش تشكل رابطة آش ونخلوها بالمجبه إذا كانت سالبة ندروه بالجمع إذا كانت تفكك اللي هي المجبه نسقوها بالإشعارة ناقص توله هنا يا دي هذا مك خلاص نواصل نواصل إذن نحطوها كما راهي ناقص ثلاثة آش قلكم حسبولي هذي إذا نحن وش راح ندروه؟ دلتا آش تشكل يسوي لكم المتفاعلات ناقص النواتج إذن راحوا نطبقوا تولي عندكم دلتا آش تشكل آن آش ثلاثة وش يسوي اللي هو الغاز يسوي لكم نصف دلتا آش تشكل أعفون ما كاش تشكل أعفون أعفون عدنا طاقة 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 اللي هو الأو اللي هو آن آن زائد ثلاثة على اثنين أو منتع الآش آش ناقص ثلاثة أو كع ثلاثة آش هو قلكم حسبولي هذي هذي رايت بالناقص نقلوها للطرف الثاني وش تولي؟ تولي زائد ونقسمها وعلى المضربة في ثلاثة إذا تولي عندكم ثلاثة أو نقسموها آن آش وش تولي سوي لكم؟ تولي سوي لكم النصف أو منتع الآن آن آن زائد ثلاثة على اثنين أو منتع الآش آش وهذي كنقلوها بالطرف الثاني وش تولي؟ ناقص دلتا آش تشكل لحسبناها منذ قليل يلقيت ولي ناقص تاو ربعين فاصل خمسة وعشين أنا ما أظن رأي مضربة هنا في ثلاثة إذا نختزل ونقسموها على ثلاثة ونقسموها على ثلاثة معنا ذي ثلاثة تروح لنا الآن نروح نديرو تطبيق عادة عدنا القيم عدنا كل شيء إذا نحبطوا عندكم أو منتع الآن آش يساوي نفتحو خط كسر ونقسموها ثلاثة نصف نتعال الآن آن لي هي تسعمية وخمسة وربعين زائد ثلاثة على ثلاثة او تاعل آش آش اش حال؟ نحبطوها ربع مئة وستو وثلاثة ربع مئة وستو وثلاثين ناقص رأنا نلقي ذا القيمة مقبلة ناقص ثلاثة وربعين على مقضر فاصل خمسة وعش اش حال توسلكم القيمة هذه؟ ثلاثة مئة وثلاثة وثلاثين فاصل خمسة وعش بالموجب وله بالسالب ما الموجب؟ حال جيناها بالموجب اللي هي ثلثمية وتسعين فاصل 916.916.916 كيلوحدة اللي هي كيلو جول على المول واللي رح يعتبرها باللي تشكل وش رح يلقها؟ يلقها سالب وما يداش هنا سالب هذا ما كان هذا ما كان خلاص؟ هذا جزء اللي هو نحسب الطاقة الرابط نستعمل مخطط ونحسبه رحوا للسؤال الذي يلي كيف قانون كير شوف لها؟ كيف سؤال لها قانون كير شوف لها؟ هذا سؤال كيف قانون كير شوف لها؟ نعم ونره منش ديرو هنا؟ لا لا ونره هي نحيتها نجيبوها رح نجيبو السؤال تعنا هنا هذا معلش ماشي مشكلة ندو التمرين تعنا هذا كامل ونرحوا من هنا ونفتحوا له صفحة هارك نصغروا شوي بزاف باش تبنى الخدمتانة هارك نقلكم أحسبولي أنطالق بالتفاعل رقم واحد صافي نازم نجيبو كذلك التفاعل رقم واحد ماشي هذا ماشي هنا يا هذا نجيبوهم تفاعلات وندوهم عندنا له هارك نحطوه هنا تفاعل رقم واحد يقصد لك به اللي هو هذا نقلكم أحسبولي اللي هو عند شحال عند مئة وعشرة عند مئة وعشرة وش يحدث؟ تغير الحالة فيزيائية وقلنا للماء بس كل ماء لو كانت رحوا تخدموا المخططن تاكم هاوليك بس أحطوه نضيحوا عندهم عند الخمسة وعشرين يبدي تبخر عند المئة وبعد نجيكم المئة وعشرة اذا بالخمسة وعشرين إلى المئة يكون الماء هنا وش يكون؟ يكون ليكيد صحيح وبصح تظهر لكم ماذا؟ يبدأ يظهر لكم دلتا آش فاب تعلما خلاص ومننا اللي هنا ومننا اللي هنا وش يظهر؟ يولي يولي الماء خلاص زيد لا فاب تعلما الماء ورهوا في النواتج ونحن نحن في المتفاعلات شوفوا في المعادلة التالية راهو في النواتج ونزيد راح كان المعامل لسيطا كيومتري ثلاثة على ثنين لو كان في المتفاعلات نديروا ناقص ثلاثة على ثنين دلتا أش فاق لكن بما أنه راهو فالنواتج وش روح نديرو نزيدو ثلاثة على ثنين دلتا أش فاق ثلاثة إذا ندرك الآن تما حسب قانون كيرشوف وش نكتبو نكتبو دلتا أش دي يسوي لكم دلتا أش هذه دلتا أش زرو هي واحد نسموها واحد باش ميتخلطون ناش زائد تكامل دلتا سي بي آ هذا القانون تعكم صفة عامة دلتا سي بي دي لي تي منين من تي زرو إلى تي نكتبو هذا القانون بعد ذلك انتو ما بيما أنه من الخمسة عشر إلى مية تكون عندكم دلتا سي بي نسموها واحد وعندكم دلتا تي اللي هي واحد ومننا اللي هنا عندكم دلتا دلتا سي بي 2 وديوتا تي 2 تقول لي وعلاج دلتا سي بي 1 وديوتا سي بي 2 هنا رح يكون الماء ليكيد وهنا رح يكون الماء قاس اهنا دلتا تي رحي 100 ناقص 25 وهنا دلتا تي اللي هي 110 ناقص 100 معاناها ماشي كيف كيف إذا كي نكتب القانون تاعدكم الآن مليح واش نكتب تبعو معي واش راح ندير ندير دلتا اش تي يساوي لكم دلتا اش واحد زائد تاكامل تاكامل من خمسة عشرية الهي ميتين وثمانية وتسعين إلى المية اللي هي ثلث مية وثلاثة وسبعين وندير هنا دلتا سي بي واحد وندير هنا دي لي تي واحد اللي هي هذا زائد آه مدام عن ثلاثة وثلاثة وثلاثة سبعين اللي هي عند المية يبدأ يتبخر بداية تبخر الماء معنى راح نزيده حاجة اللي هي التبخر قلنا بما أنه راهو في النواتج نزيده لو كان في المتفاعلات نقصه إذن نزيده 3 على 2 دلتا H ضب زائد ماذا؟ زائد تكامل منين من 373 إلى 303 اللي هي عند 110 ونديرونا دلتا CP ها مش تبعني شوية دقيقة دلتا CP 2 ونديرو دي لتي 2 معنى ها عندكم دلتا CP 2 ودلتا CP 1 هنا تكون الـ H2O وهنا يكون الـ H2O زيد هل السياءات الحرارية عندهم على قبتي؟ لا إذن نقدروا نخرجوا دلتا CP من تكامل ونقدروا نقدروا شوفوا القانون تاكم كيفاش يولي شوفوا نبسط فيه قد ما نقدر باش ندير التطبيق العددي يسوي لكم دلتا H1 زائد دلتا CP 1 دلتا T خلاص بس كونه وشنو حاجة نشتقوا هيا واحد دلتا T واحد اللي هي 373 ناقص 129 أوضوها هاي لك 373 ناقص 129 زائد ثلاثة على اثنين ايه اوه نسيت حاجة واحدة اخرى اللي هي وشنو اللي نسيتها دلتا أشبا لا لا ما ضربت فيه عشرة قوة ناقص ثلاثة ما ضربت فيه عشرة قوة ناقص ثلاثة ما شكرا يبيجون آي والله ما ضربت فيه عشرة قوة ناقص ثلاثة لازم نضربها وش كولي قتلي ما فهمتش اطلق لحول الناس هانيا حولت خلاص زائد نعم دلتا أشبا بتاع ايش دازم مش ندروها بالناقص ايخي قولنا كي تكون في المتفاعلات تكون في النقص كي تكون في النواتج ندروها بالزائد انت الماء عندك هنا وراه اه 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 في النواتج ايذن ندروها زائد خلاص ايذن زائد آآ ثلاثة على اثنين دلتا أش تعالى ضاق تعالما زائد احنا يا دلتا سي بي تتخرج لانه ما عندهش علاقة من الدلتا ابتي وبعد دلتا تي اللي هي بين قوسين ثلاثمية وثلاثة وثمانين ناقص ثلاثمية وثلاثة وثلاثة وثلاثمانين اللي هي عشرة ونضربها في عشرة قوة ناقص ثلاثمين الان هاوليك القانون تاعكم شوفوا وراه نوصل لنا وش روحون دلو الان روحون نحسبوا دلتا سي بي واحد ودلتا سي بي اثنين اذا دلتا سي بي واحد وش تسوي المعادلة تاعكم رأي امامكم والله ميش امامكم باش من داش تضلع وصبور نهبط هاي لك نهبطه هنا هاي لك نزيد نهبطه احسن باش تكون واضحة للجميع هاي عندكم انتما لهوا هاي المعادلة تاعنا اذا نديروا النواتج نقص متفاعد انا نعوض مباشرة عندكم ثلاثة القيام عندكم كذلك تعالي سي بي تاع الما لكي دوكذا عندكم امامكم نعم اعطو لي قيمة سي بي تاع الما كي يكون ليكيد خمسة وسبعين خمسة وسبعين فاصل اثنين فاصل اثنين زائد اعطو لي تاع الان ثنين سبعة وعشرين فاصل ربعة وثمين فاصل ربعة وثمين نقص اعطو لي تاع الاثنين ربعة وثلاثين فاصل سبعة فاصل سبعة اعطو لي تاع الناشادر سعوة وعشرين فاصل ثمين وسبعين سبعين فاصل تسعمية وخمسة وسبعين سبعين فاصل سعمية وخمسة وسبعين سعمية وخمسة وسبعين الوحدة الجول على المال في الكيفل كيلي يحول هنب لم يضر في عشرة قوانا سلافة عادي اهانا لقينا دلتا سي بي واحد شوفوا لاباك ودو قلوا شي يختلف يختلف يتغيرنا غير الماء يقول لي غاس هذا ما كان معناها دلتا سي بي دو واشتو يسوي ثلاثة على اثنين اعطوا لي قيمة الماء تعال لها الغاس أستاذ نعم ثمانية وثلاثين فاصل ثمانية وثلاثين فاصل ثمانية وثلاثين شكول لي قاتل أستك شما عندك مشكل أستاذ قلت لك نقدروا نقصوا من سبعين فاصل سبعة وتسعين نقصوا من هالقيمة تعالى لا 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 شوفي انا شوفوا باش يخوفي علكم هو نورمالمون حطوا دلتا سي بي واحد يسوي لكم مجموع ن اي سي بي نواتي اي لازم اي لازم 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 خي عليه العلامات كل الحاجة عليها نقطة هاك ذا ومبعد العبارة الحرفية وبعد تطبيقنا هذا دي نفس الشي لهذا هاني نحن نخدم هذا كل انا هاني راح نديرها نطبقها في هادي باش ما نسرعوش مش قولوش قلنا الاستاذ راهواني بهذا الشكل اذا مجموع ان اي سي بي تعال نواتيش ناقص مجموع ان اي سي بي تعال متفاعلة ما نروحوش نتحايلوا مع بعضانا اذا نكتبها ثلاثة على ثنين سي بي تعال الماء في الحالة الغازية زائد واحد على ثنين سي بي تعال ازوت غاز ناقص ثلاثة على تاربع تاع الاثنين قاس ناقص سي بي تعال نشادر في الحالة الغازية وبعد برحول التطبيق العددد هيلك دلتا سي بي دي ريش يسا ليكم ثلاثة على اثنين قلتولي خمسة وتلاثين على ما اظن ثلاثة وثمين على ما اظن لكم من يو ثلاثين فاصل! هيه هاكا بِيه عن توقوش بيك System في 38.10 ازايد لان شي شي صفٍ 27.84 ناقص ثلاثة على 4 ربعةeline 34.7 وناقص 29.72 مهلا تسيبانه.. avicنش فاجد4075 فاصل ربعمية وخمسة وسبعين الوحدة الجود على المول في الكيلفن ساعة تكون يمليها يا بشرة ساعة وساعة ما فهمتش ساعة وساعة ما فهمتك شكا خلاص ذوكا عدنا القانون تعنا روحوا ذوكونا نعوضوا عدنا كل شي إذن العبارة هي مكتوبة اللي هي دقيقة نطلعوا هنا يا عندكم أنتم دلتا آش تسوي دلتا آش واحد أنا عدنا ناقص ثلثمية واثنين وثمانين فاصل خمسة وسبعين زائد دلتا سي بي واحد رو نحسب ناح اللي هي سبعين فاصل تسعمية ها يتأكدون من القيمة هذه دلتا سي بي دور سايحة أستاذ سايحة خلاص دلتا سي بي دور في عشرة قوة ناقص ثلاثة في دلتا تي شحن لقوا دلتا تي ثلثمية وثلاثة وسبعين ناقص ميتون وثمية وتسعين خمسة وسبعين خمسة وسبعين هاي لك هاي زائد ثلاثة على ثلاثة دلتا أش لا فاب شحن ربعة وربعين أنا معظم هاي زائد ضرك الآن روحوا لدلتا سي بي دور اللي هي خمستاش فاصل ربعمية وخمسة وسبعين نضربوها في عشرة قوة ناقص ثلاثة ونضربوها في عشرة اللي هي دلتا تي اللي هي عشرة شحن تسعبوا لي دلتا أش تي ناقص ثلاثمية وحداش باصل مية وثلاثين مية وثلاثين الوحدة اللي هي كيلو جول على هاي كامل قتوها كما رأي زملكم تنقص تنقص نعم باصل هنا ثلاثمية وثلاثمائين وأنا رأي بالموجب تنقص رقيما تاكم تقريبا أستاذ متقار ومتقاربين ما تنسوش ما تنسوش رأي كينات تبخر هتظهر لكم مكنش تبخر ومكنش هذي تبقى لكم غير هذي الجيهة اللي منا هذي تولي عندكم متقاربين تقريبا هاكذا ما تنسوش رأي كينات عاودوا تأكدوا زميتكم قدت 11 آه يخلاص معناها معناها نفيثي 11 عنا أصحح الفاصلة يتأكدون أخرين خلاص يتأكدونها من الحسابة بسرعة ما نعرف ما ناخدت الزوجي قوها فاصل 17 آه معناها نتبع عن الزوج هاي فاصل 17 شوفوا ربما كيش قيمة أنا ديتها هذي 70 خلاص هاي خلاص ما دم نقوها ثلاثة الإجابة مقبولة ها نحللنا تعقنون كير شوف صعيب هذا الجزء الأول صعيب ناشي صعير هاي خلاص روحوا للمسعر الحراري ضاكم نشوفوا المسعر الحراري هاي وش أعطا لكم قال لكم مسعر حراري هاو المسعر الحراري سعة الحرارية أعطاها لكم سي كالوري أعطاها لنا ديرو في أم واحد شوفوا في الخدمة تعتقرأ أرسم أم واحد عند تي واحد معناها عندكم المسعر وأم واحد درجة الحرارة نتاحهم عشرين درجة نضيفوا فيه قطعة من الجليد نديرها بينه المغير هاي لك هو سمها أم ثنين هلنسموها أم غلاس خلاص ده قيمتها كذا درجة حرارة تحت تي ثنين نسوي لكم ناقص خمسة درجة هذي يباين بلي المسعر وأم واحد رح نيفقدوا حرارة والجليد وشح يعتلو يكتسب حرارة خلاص نسجلو تي في نال اللي هي ثمانية درجة بالفعل عشرين نقصة لثمانية وناقص خمسة زادت إلى ثمانية إذن هذا اكتسب وهذا مفقد واضح بيّن أنه عبارة الحرارة النوعية لإنسهار جديد تُعطى بالعبارة تالية خلاص حنا ما نشوفو مجموعة كمية الحرارة وش دو ساوي لكم الصفل احنا وش راح ندير انا راح نقول باللي كينة كو تعالجالي تعال مكتسبة نكتبها دو ساوي لكم كو مثلا نسموها كو بريم زائد كو دو بريم هذي نسموها مفقودة شكل راح يفقد لكم يفقد لكم المسعر وام واحد وهذه نسموها مكتسبة شكل يكتسب لكم لهو الجليد وش يساوينا الصفل حنا المفقودة وش راح عدنا عدنا ام واحد وعدنا المسعر إذن وش نكتبو نكتبو كو تعال المسعر زائد كو تعال ام واحد زائد هذي هي المفقودة ها نزيد نبين لكم بقاتل المكتسبة المكتسبة لازم نخطبه بالعابة كلمة متعودين روح نرسم لكم هذا الخط عندكم هنا ناقص خمسة ومن بعد تمر عند الصفر ومن بعد من الصفر وين تروح تروح التيفي نال ها وعطا لكم القيمة انتحة هكذا إذن هو راح خادم هنا بالكيلفن آه لازم نحولوا إلى الكيلفن يجمع مادم خدم بالكيلفن لازم نجيبوها بالكيلفن ناقص خمسة هنا يا بالكيلفن وش تولي عندكم متين واثنين وثلاثين متين واثنين وثلاثين بسح وراء بسح شوفوا لا لا الشيخ متين وثمانية وستين ثمانية وستين نين جات ميتين وثمانية وستين روح يديري ميتين وثلاثة وسبعين ونقصي لها الخمسة هكذا زيت هو هنا على من يشغل تحنا رو خادم بالكيلفنال وكيلفنين خلوها بالكيلفنين خلوها بالعلاقات خلوها نديروا هنا هذه تي ثنين وهذه عند السفر يباينها هكذا اللي هي ميتين وثلاثة وسبعين وهذه تي ثنين إذا نخدموا بهذه العلاقات خلوهم كما ما نعوضوش القيم بس هنا موش معوضة خلاص نبدأ نعم وكيل واحد كيفة وراي كيل واحد ما عدناش كي واحد ما عدناش تي واحد تي واحد وش دري بها أو تي واحد انتع تع العلاقة تخرجها من العلاقة من التع المفقودة وش كل يفقد لك فقد لك الماء والمسعر فهمتين ما فهمتين تي واحد انتع الماء والمسعر وقد تطبقوها وتي ثنين وتي فينال وتي وميتين ثلاثة وسبعين تعال الجليد هذي إذن انتو ما منا من تي ثنين إلى واحد هنا يكون صلب ودلتا تي هاي وراي دلتا تي تعال وشنو هي هي النهائية ناقص ابتدائية اللي هي ميتين وثلاثة وسبعين ناقص تي ثنين ظهرت لك ميتين وثلاثة وسبعين ناقص تي ثنين ولا ما ظهرتش عي موجودة نعم عند الصفر عندنا كي ثنين هنا راح تتغير الحالة الفيزيائية كي تتغير لك الحالة الفيزيائية اللي هي نكتبوها ام ام غلاس اللي هي ام ثنين نسمها ام ثنين نكتبوها ام ثنين في الفيزيو هو قل لكم حسبولي الفيزيو وبعد ذلك وش راح يجي بعدها راح يولي هنا سائل هنا تولي عندك ثلاثة. هو شنو هو دلتا تي هي عندكم صديق لاس بأس، إي بأس سي تعلمة في أمane في دلتاتي دلتاتي اللي هي تي في crafts ناقص مئة تلتث وسبعين هنا وراح تي فينال آتي فينال ناقص مئتين وتلتث وسبعين، هاي ظهرت وهنا يا كي واحد راهوا مثلا، معانا يكون ستي جلاس في أمثنين في دلتات اللي هي هي عندكم بال руки. معنا عندكم كل شيء. اذا شافوا الان. ولي عندكم كي واحد زايد كي اثنين زايد كي ثلاثة. وش يسألكم السفر? هذي وش قلنا عليها مكتسبة. اذا نبدو نعوض. جبونا القيم نخدمه معدكم ما? رس تكون نحتجرة. نعم. ما ديك نقص خمسة درجة الحرارة لا ما نخدمش بيها. ما نخدمش بيها ديك نخدم بيها. لا ما نخدمش بيها. نخدمها نحن نقوضها كيف كي قولك احسب نعوضها. هاكذا. نزل ما قلقش حسب. ما قديرا في محطة. فالشعاف هاني نحيها باش متقلقكش. هاكذا. هاي نحيت. ونحيت السفر رسيتي باش متقلقكش. نخدمه غيب الكيلفن. خليتها هو قلقك خليها بدلال تي ثنين. وهذي خليها بدلال تي فينال. لو كن قلقك احسب لي عبارة الفيزيو. او مشي الشرط تتبع خدمتوها. تعوضها عادي. هو لا قلقك خدمها لبتي 2 وتي فينال وتي واحد وكذا نعوض. اذا كو الان نخدمو العبارة التاني. الكيل بيسعر عندكم سي كالوري في دلتا تي. دلتا تي هيباينا لها تي فينال نقص تي واحد. سعرها مشتركو فيها مع ام واحد. اذا نزادو. كي خرجو اعمل مشترك. نعم مع ام واحد واشت ولي عدكم دلتا تي اللي هي تي فينال ناقص تي واحد. ليسالتني لها تي واحد هي وراها تي واحد بتاعك. زايد. كي واحد اذو كل اعن. كي واحد عادكم سي غلاس في ام اثنين في دلتا تي. كيكون صلب. دلتا تي اللي هي واشنو? ميتين وثلاثة وسبعين ناقص تي اثنين. ظهرت لي ولا ما ظهرت ليش? هاي وراهي. هذه تي اثنين. زايد. كي اثنين اللي هي تغير في الحالة الفيزيائية اللي هي ام اثنين في الفيزيون. زايد. كي ثلاثة اللي هي لما يولي سائل. ما لا تولي عادكم سين تعلمة. في ام اثنين اللي هي نفسها ام غلاس. في دلتا تي. دلتا تي اللي هي تي في نال ناقص ميتين وثلاثة وسبعين. وش يساوي لكم? الصفر. هو قال لكم جيبوا لي الفيزيون هاد. اذا وش نروح نديرو? هاذون كامل. وهاذون كامل نقلوهم للطرف الثاني. هذي رايب الزايد وهذي رايب الزايد وهذي بالزايد. كي نقلوهم في الطرف الثاني. وش نقلو بالنقص. هاي لك النقص. ونفتحو خط كسر. اخيركم معي او موكوش معي? نعم. هاي. ونفتحو خط كسر. كي نقلو هذي بطرف كاي ونقسموها على ايها مضروبة في ام اثنين. هاي لك الام اثنين تعقل. الخدمة تعنا اخلاص بنت. سي كالوري زايد سي تعال ما. في ام واحد. في دلتا تي اللي هي تي في نال ناقص تي واحد. زايد. وانا خرجنا نقص عمن المشألة. زايد سي دلاس. في ام اثنين. في ميتين وثلاثة وسبعين. ناقص تي اثنين. زايد سي تعال ما. في ام اثنين. في تي في نال. ناقص ميتين وثلاثة وسبعين. هاي لك اللي هي بارة. نفس اونا مشي نفسي اجمع. هاي لك. نفس نعم. ميتين وثلاثة وسبعين عند السفر يا لا لا. عند السفر. اي شافتي هذو الاس احنا شافوا لو كان ما ما حشرناش بهذه القانون. كون ما قلكمش برهن هذه العلاقة. او نخدم كما نحب نخدمه بالدرجة نخدمه بالكيلفن. هنا ما يحشركش. صح هو لا. قللك جيبي العلاقة بارحنها. باش تبارحنها معناها نمشو مع الخدمة نتاعه نخدمه بالكيلفن. عند السفر وش المثل. مثل ميتين وثلاثة وسبعين. نخدمه بالكيلفن. ها نخدمنا. الان تطبيق عددي العباء القيمة عندكم ولا معدكم شو. هاملك. واحد منكم يكتبوا منا. هاي خلاص. تطبيق عددي. او قلكم احسبو هال. ناقص. نسبقو بالاشارة ناقص. ونفتحو خط كسر. هاي. ونغرق. عندكم سي كالوريش حال قيمة تعوه. ربع مية وثمنتاش. زائد سي تعلمه ربع مية ربعة فاصل مية وخمسة وثمانين. في الام تعلمه اش حال. ميتين. وديلتا تي تي فينال اللي هي ثمانية. ثمانية. ناقص عشرين. نخدمه بالكيلفن. اه نخدمه بالكيلفن. اه بس كورا خادم بالكيلفن. لا 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 باش ما نغلطوش. شفتو؟ بالكيلفن ثمانية مية وثمانية. وعند العشرين. ايه ، المية وثلاثة وتسعين. عزائد. سي تعلمه الي هي اثنين فاصل صفرaffare. كلها ايه�� فاصل واحد. ماشية مشكلة. ماشية مشكلة مشي مشكلة حاطينها واحد نكتبوها واحد هاي فاصل واحد بالعقل بقى في اه اه امتاع اعفون في ربعين تعال الجليد في ميتين وثلاثة وسبعين ناقص تي اه و تي اثنين تي ايش حالة هي ناقص خمسة اه صافي ميتين وثلاثة وسبعين ونقصها خمسة مشي ميتين وثمانية وستين وتخرج خمسة بالفعل تنخدموها بالدرجة تخرج خمسة زي سيتا علما هي ربعة فاصل مية وخمسة وثمين الامتاع غلاس اللي هي اربعين تي فينال اللي هي قلنا ميتين وواحد وثمانين ناقص ميتين وثلاثة وسبعين ونقسموها على اربعين شحال تسيبو لي الفيزيو ميتين وستراكي غالطة هكذا الجول على القرن يا جماعة لازم تتعلموا حاجة وحدة احنا حلين تمرين بزافتة على انسهار الجاليد الجاليد القيمة انتاعه انسهاره الفيزيو الدور بين ثلثمية وثلاثة وثلاثين ثلثمية وثلاثين ثلثمية وثلاثين ثلثمية وثلاثين اللي يصيبها ميتين راهو غالط مستحيلات سبعة فاصل خمسة وثلاثين قلتلي ايه ثلثمية وخمسة وثلاثين ثلثمية وثلاثين ثلثمية وثلاثين اتقبلها بسلاثين ميتين والاخرى كي ما كيش منها عاودي حساباتك فقط هذا ما كان خلاص هذا السؤال لهو قالكم احسبوا لي الفيزيو الفيزيو هلا حسبناها بوحدة الجول على القراب وش يقصوا بوحدة الجول على القراب معنى الحرارة النوعية الكتالية الكتالية لو قالكم بالجول على المول الحرارة النوعية المولية هاي والله اذا هذي رأي الحرارة الكتالية لكن انوش يجيكم السؤال قالكم احسبوا لي دلتاش فيزيو مش معنى دلتاش فيزيو اللي هو انطالب الانسهارة على الجليد خلاص احنا نعرفوا باللي دلتاش فيزيو 18 فيزيون وش يسوي لكم؟ يسوي لكم كيفيزيون على من على أم وكيفيزيون هنا ورا في المخططة لتعكم خلنا نرجع للمخطط لتعنا ورا هذي ولا مش هي هذي هذي هنا عد السفر ولا لا أم في أل هاي والله اللي هي أم في أل جيد معناها أنتوا ما عندكم هنا تسوي لكم أم اثنين والله نسموها أم مباشرة في ماذا؟ في أل فيزيون ونقسموها لأل أم على أل وش تمثلكم يا جماعة أم على أل أم على أل لا لا أخي عندكم أنتوا مآن نعم نعم أم 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 بعد العودة رح نختزل هذو كنتختزل وراح نختزلها هذو كنتم حرجها بالكتلة المولية ذو كنتخرج لكم عندكم أنتوا مآن يسوي لكم أم على أم كبيرة صح هو أنتوا معدكم أم على أم معنا نطلعوا هذي هنا وهذي نهبطوها هنا تولي عندكم الكتلة المولية وش دو يسوي لكم الكتلة على من على أم هاليك والله وروح في بلاست أم في بلاست أم تولي عندكم هاي نخدموها بالتفصيل دلتا آش فيزيون وش يسوي لكم عندكم أم في ألف فيزيون ونقسموه على آن اللي هي آم على آم كبيرة دير لها المقلوب التاحة راح تختزل آم مع آم وتطلع لك الآم الفوق تولي عندك دلتا آش فيزيون يسوي لكم الكتلة المولية تعمل من تاع الماء واسكورها انسيها الجالي اللي هو الماء في ماذا؟ في ألف فيزيون هذا مك صعبها هذي إذا تولي عندكم دلتا آش فيزيون يسوي الكتلة المولية اللي هي ثمنتاش ودلتا أو آل فيزيون حسبتها اللي هي ثلثمية واثنين وثلاثين فاصل ميش حال؟ فاصل خمسة وعشرين فاصل خمسة وعشرين فاصل ستة وعشرين ميش حال تمسوي لكم الآن؟ خمسة فاصل ثمانية وتسعين كيلو جول هذه بالتقريبا على المول هذه بالتقريبا راح تولي ستة بسكو ثمية وتسعين قربوها ستة كيلو جول على المول وهكي صعيبة؟ وبالفعل انسهار الجليد أنطالب بالتشيق أنطالب بالتفاعل اللي هي توسوي لكم ستة لقوها ستة فاصل سفر واحد وما تنساوش هذي تجربة أخطاء التجربة اكتبوا التفاعل عندكم انتم الماء قيم ثابتة الماء كي يكون صوليد يصبح الماء ليكيد اللي هي هذي نسموها انسيهار اللي هي الفيزيو نكتبو أمامها دلتا آش فيزيو وتسعين لكم ماذا؟ إلى ستة كيلو جول على الماء وهو لك انطالب يتح وهو لك تبني بتاعكم كاملا صعيب؟ صعيب؟ لا لا لا